رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر لقضيبية في بداية الاجتماع شاد المجلس بمضامين الخطاب الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح بمناسبة عياد مملكة البحرين الوطنية إحياء لذكر قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكر تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح فظه الله ورعا لمقاليد الحكم معربا عن شكره لرؤساء وعضاء جميع السلطات والمواطنين والدول الشقيقة والصديقة على تهنيئتهم بهذه المناسبة كما رفع المجلس أسمايات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدح فظه الله ورعا على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحق الطبي إلى 15811 من العاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة تقديرا لعملهم الدؤب والمتواصل في مختلف مراحل التعامل مع جائحة فيروس كورونا مجددا المجلس التأكيد بأن دورهم المشهود وتضحياتهم المشرفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع محل تقدير واعتزاز بعد ذلك أشهد المجلس بالخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك مفدح فظه الله ورعا في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعامل لدول الخليج العربية وما تضمنه من تأكيد على الالتزام بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة مشيدا المجلس بنتائج القمة الخليجية على صعيد تعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة موسيقى 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 بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ميالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن آخر مستجدات تطوير الخدمات الحكومية بما يعزز من مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلها مام المستفيدين ويعزز الحكمة والتي أظهرت الانتهاء من توثيق 1294 خدمة حكومية حيث تقرر ميالي إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية بناء على دراسة الشكاوى الأكثر تكرارا على نظام تواصل وتوحيد هوية استمارات الجهات الحكومية تطوير موقع بوابة الحكومة الإلكترونية ليشمل عرض تفاصيل وشروط الخدمات الحكومية الموثقة وفق اتفاقية مستوى الخدمة وانتشمل شاشات العرض على الموقع جميع المعاملات الخاصة بالخدمة وتيسير استخدام الموقع عبر الهاتف الذكي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي حيث ترتكز الاستراتيجية على أربع أولويات رئيسة يندرج تحتها 25 برنامجا يستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحكمة الإلكترونية وتطوير القدرات الرقمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتين القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مذكرة معالي وزير الداخلية المتعلقة بالتحول الإلكتروني في بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ومنها ما يتعلق بأربع عشرة خدمة إلكترونية لبطاقة الهوية مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن عادة تنظيم وزارة الداخلية بهدف تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاث اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس الموضوعات التالية مذكرة بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال الفترة من الثالث عشر بسبتمبر 2021 لغاية الثالث عشر من ديسمبر 2021 ودورها في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية بما يعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ويدعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن مشروع تطوير نظام النافذة الواحدة أفق اثنان والذي يأتي ضمن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين والتي تندرج ضمن تنمية القطاعات الواعدة والتي حددتها أولويات خطة التعافي الاقتصادي حيث يعزز التعاملات الجمركية الرقمية والتكامل الإلكتروني وتبدل البيانات بين النظم الإلكترونية العامة داخل الدائرة الجمركية عن طريق ضم كافة الخدمات الإلكترونية ذات الصلة ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر العام الرابع عشر لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو والمنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي وقمة ريوايرد ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي وزيارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية